في زمن الانقطاع عن أبسط حقوق الحياة تأخذك تساؤلات نحو النفاذ إلى بر الأمان الذي تحلم به كعراقي في زمن التطور المتسارع لكن البلاد التي تواجه مافية الفساد وقد يكون على شكل تهريب ساعات الانترنت على يد مافية الاتصالات بدأت تسير على طريق نجاحات متتالية بقيادة حكومية بدأ من خلالها رئيس الوزراء بملاحقة مهرب الانترنت يسير على النهج اليوم وزير الاتصالات أركان الشيباني وفريق وزارته من خلال إنجاح تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية ليتحقق الحلم اليوم بإرجاع مئات ملايين الدنانير المسروقة إلى العراق لقاء بين الاتصالات وشركة نوكيا كان منتظرا يتعطش له العراقيون على أحر من الجمرة حيث الوصول إلى الاتفاق على تحديد وقت للبدء بتنفيذ المشروع الذي يقدم للعراق وشعبه مواصفات عالمية حاله كحال الدول التي تنعم بخدمة إنترنت واتصال متقدم لم تعكف الوزارة على أن تجري اتفاقية عبرة فحسب بل كان نصيب شركة نوكيا بعد أن درست الوزارة أفضل تقييم من بين الشركات الخمس المتقدمة للحصول على عطاء تنفيذ المشروع نوكيا الشركة الأفضل سعرا والتي تحمل سمعة إيجابية في عالم الاتصالات وخبرة وباعا طويلا في تحقيق المواصفات العالمية واختيرت الشركة بأفضل سعر حيث بلغ سعر العطاء 13 مليار و197 مليون دينار عراقية فيما قدمت ثلاث شركات أسعار أعلى من نوكيا وانسحبت شركة واحدة من سباق العطاء مشروع بوابات النفاذ الدولية توقف منذ سنين وكان من أحد أسباب تأخره إحالة عطائه لشركة لبنانية بسعر مرتفع جدا وصل إلى ما يقارب 18 مليار دينار عراقية لكن إعادة الحياة إليه على يد وزارة الاتصالات هو سعي حقيقي لجعل الشعب العراقي في مواكبة التطور ومجارات العالم الحديث في زمن بات العراقي فيه محروما من أبسط حقوق الحياة أما الوزارة فهي تسعى إلى مواجهة مافيا الاتصالات وتحقيق آمال الشارع العراقي ترجمة نانسي قنقر